مشروع تمهدي لمسار السلام في مالي هو ما توصل إليه خبراء ورؤساء وفود دول الوساطة لمسار الجزائر للمفاوضات بين الأطراف المالية الذي سيكون بمثابة خارطة الطريق في مفاوضة الجولة الثالثة من الحوار المالي بالجزائر التي انطلقت رسميا اليوم المشروع التمهدي لمسار السلام سيتعرض على الأطراف المتحاورة لإثرائها خلال الجولة المغلقة من الحوار الوساطة أعدت وأثرت واعتمدت وثيقة مدعمة للمفاوضات ونعتبرها كمشروع تمهدي للاتفاق السلام شامل ونهائي في المنطقة هذه الوثيقة قد وزعت إلى الأطراف عشية يوم أمس وهذه الوثيقة ستكون من الآن فصاعدة قاعدة للمجهودات وأساس المجهودات التي ستجعلنا نصل إلى ما نصب إليه وهذه الوثيقة هي وثيقة ضافية وجامعة ليس مكتملة اليوم ولكن ستكتمل بمساهمات الأطراف أعمال العنف التي عرفتها منطقة شمال مالي في الأيام الأخيرة تغط على مجرية مفاوضات الجولة الثالثة للحوار الذي تم تأجيله لمرتين بسبب رفض بعض الحركات العودة إلى طاولة الحوار احتجاجا على ما تصفه بالاعتداءات التي طالت بعد مدن شمال مالي من قبل ميليشيات إن الحكومة المالية لم تحترم اتفاق واقادوغو لوقف إطلاق النار ونحن نتسأل عن أي سلطة تملكها دول الوساطة لتفرض وبشكل عادل على الطرفين المتنازعين احترام بنود اتفاق الحوار وهل يمكن تحقيق السلم في ظل إرهاب الدولة الذي تمارسه ضد شعب الأزواد أحداث العنف التي شهدتها مالي يبدو أنها ولدت قناعة لدى دول الوساطة المالية وحتى الأطراف المعنية بالحوار بأنهم ملزمون بتحمل مسؤولياتهم التاريخية عن تأزم الوضع الأمني بالساحل بعد فترة هدوء نسبية وهي نفس الأسباب التي جعلت دول الوساطة تدخل في سباق مع الوقت من أجل تسريع وترة المفاوضات من خلال فرض مخطط عمل لهذه المرحلة الثالثة من المفاوضات التي توصف بالحاسمة اشتركوا في القناة